الرئيس التونسي يعلن البدء فيما يسميه تطهير الإدارة ممن تسلل إليها بغير وجه حق خلال العقد الآخير ويعطل الآن سير الدولة حسب تعبيره رئيس اتحاد المرفق العام وحياد الإدارة وهو منظمة غير حكومية قال إن الخطوة ضرورية بعد إغراق الإدارة بنحو 34 ألف تعيين مشبوهة استنادا إلى ولاءات حزبية أساسا زمن حكم حركة النهضة لكنه دعا إلى اعتماد مقاييس دقيقة وموضوعية الاتحاد لا تبنى عدارة تطهير بل مراجعة التسميات والتعيينات والانتدابات التي لم تتم وفق معايير موضوعية شفافة ونزيهة من أجل خدمة الإدارة ومن أجل الارتقاء بأدائها مش من أجل الغنيمة ومن أجل مكافأة الأنصار أو الأسهار أو الأصدقاء أو الأحباء وهذا ينسحب على الجميع بما في ذلك السورة السياسية الحالية خطوة الرئيس تونسي أعادت إلى الأذهان مواجهته مع القضاء بالشعار ذاته التطهير ما أثار الكثير من الجدل في علاقة بمدى السيطرة على السلطة القضائية اليوم هناك خشية من محاولة السيطرة على الإدارة أن تكون معارضا وتعارض قيس سعيد وأنت موظف عمومي فتصبح هذه جريمة ويخشى أن يكون هناك نفس استهدافي واستقصالي تجاه من يختلفون مع قيس سعيد أيديولوجيا ومع من يختلفون مع رئيس الجمهورية قيس سعيد على المستوى السياسي فبالتالي أعتقد أن العملية برمتها تصب في الاتجاه الخاطئ يرى مراقبون أن اختيار أحمد الحشاني رئيسا جديدا للحكومة ليس أعطيباطيا فهو سليل الإدارة وتدرج ضمن مناصب إدارية عليا لذا هو في مهمة محددة تطهير الإدارة ترى تحليلات أن الرئيس تونسي فتح واجهة خطيرة في وقت تعيش فيه البلاد احتقانا اجتماعيا وسياسيا لكن الكثير يعتبر أن الخطوة ضرورية للحد من النفوذ السلبي لما يسمى مجازا هنا بحزب الإدارة فتح الفلح ميديان تونس ترجمة نانسي قنقر